نفت الهيئة القومية لسكاك حديد مصر ما تم تدوله عبر عدد من وسائل الإعلام من نشوب حق بقطار داخل محطة مصر في رمسيس وأكدت الهيئة في بيان لها أن ما حدث اليوم هو خروج دخنة من العربة المخصصة لعمال وينش الخطر وهي الاستراحة بمحطة كوبري الليمون وعلى الفور تم سحب باقي أجزاء الوينش وتم السيطرة على الدخنة وإخمادها بمعرفة المطاف بعيدا عن حركة سير القطارات وغير أنها لم تكن مؤسرة وليس هناك أي إصابات أو وفيات أو تأخير وأن الحركة منتظمة على جميع المحطات والخطوط